استقبل وزير الداخلية محمود توفيق وفدا أمنيا من وزارة الأمن العام بجمهورية الصين الشعبية برئاسة سون مولي نائب وزير الأمن العام الصيني اللقاء استعرض أوجه التعاون بين أجهزة الأمن في البلدين وسليب تعزيزها بالإضافة لآخر المستجدات في القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك حيث أشار وزير الداخلية إلى حرصه الدائم على مد جسور التواصل مع الأجهزة الأمنية الصديقة وترحيبه بتعزيز أليات التنسيق الأمني الثنائي وتبذل الخبرات مع الجانب الصيني انطلاقا من إيمان كامل بأهمية تضافر الجهود لمحاصرة وتقويد كافة الظواهر السلبية الناجمة عن الإرهاب والجرائم المنظمة والإلكترونية بكافة أشكالها من جانبه أشهد رئيس الوفد الأمني الصيني بالجهود التي تبدلها وزارة الداخلية المصرية في شتى المجالات العمل الأمني والتي كان لها بالغ الأثر في تدعيم الاستقرار في مصر ومحيطها الإقليمي معربا عن تطلعه لتعزيز قنوات الاتصال وتبادل المعلومات والخبرات التدريبية بين الجانبين في مختلف مجالات العمل الأمني